كتاب سجود القرآن باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي حدثنا بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدة قال أبو داود روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة وإسناد هوه حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا بن وهب أخبرنا بن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثاه أن عقبة بن عامر حدثاه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما باب من لم يرى السجود في المفصل حدثنا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها حدثنا بن السرح أخفرنا بن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن قصيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها باب من رأى فيها سجودا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا باب السجود في إذا السماء انشقت وقرأ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه باب السجود في صاد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس صاد من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب أخبرني عمرني عن ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيزي عن ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا بن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معاه قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لأنه كبر باب ما يقول إذا سجد حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقاه وشق سمعه وبصراه بحوله وقوته باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن عمارة حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فيها فنهان بن عمر فقال انتهي ثلاث مرات ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس شمس